في وفاة الملكة الراحلة لزبت الثانية قدمت البحرين وكونها من بين أكثر الدول قربا إلى المملكة المتحدة ولطبيعة الصداقة الوطيدة التي تجمع قيادتين البلدين قدمت أصدق المشاعر والتعاطف حول رحيل ملكة بريطانيا السابقة وعلى جميع الصعود الرسمية نعم فالعراب عن أسمى معاني الموسى وتقديم واجب العزائف من قبل القيادة في البحرين حول رحيل الملكة إلى زبت الثانية استند على طبيعة العلاقات والتفاهمات المشتركة التي كانت وما زالت تجمع المنامة بلندن ورفعتها على الصعيد الدبلوماسي وفي شتى المجالات الأخرى منذ أن أعلن قصر باكنجهام قبل عشرة أيام عن وفاة الملكة إلى زبت الثانية ومفارقتها الحياة في قلعة بالمورال الأحب على قلبها ومن بعد ما خيم الحزن على جميع مدن بريطانيا بما فيها الدول المكونة للمملكة المتحدة وفور وصول خبر رحيل ملكة بريطانيا السابقة عن الدنيا إلى جميع أنحاء العالم عن عمر 96 عاما سارعت الدول الصديقة والحليفة نحو إبداء مشاعر التضامن وتقديم واجب العزاء والمواساة لأبناء وأحفاد الملكة الراحلة ولجميع أفراد الشعب البريطاني البحرين ولكونها من بين أكثر الدول قربا إلى المملكة المتحدة ولطبيعة الصداقة الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين أعربت عن أصدق المشاعر والتعاطف حول رحيل جلالة الملكة إلى زبت الثانية على جميع الصعود الرسمية وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات والتي مرت من بوابة أهم المحطات التي شهدتها هذه العلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 200 عام بين المملكتين والشعبين الصديقين لا شك أن العلاقة بين البلدين والممتدة لأكثر من 200 عام شهدت تطورات كثيرة أبرزها الاحتفال المملكتين بمرور 200 عام على هذه العلاقة العديد من المناسبات تقريبا 200 مناسبة في مملكة البحرين وشفنا نفس الشيء هنا في بريطانيا فأهل البحرين وشعب أهل البحرين يحتفي بهذه العلاقة ويحتفي بالفترة اللي مرت وشهدنا العديد من المناسبات اللي تؤكد على متن هذه العلاقة يمكن أبرزها في 1905 أهل البحرين عندما توفت الملكة فيكتوريا جمعوا تبرعات وبساعدة من الحكومة تم إنشاء مستشفى يحمل اسم الملكة فيكتوريا شفنا أن أهل البحرين جمعوا تبرعات لسلاح الجو البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قاموا بصناديق لجمع تبرعات في العاصمة المنامة وتم شراء عشر طائرات سبيتفايرز لسلاح الجو شفنا العديد من المبادرات اللي قام فيها أهل البحرين اتجاه بريطانيا بحبهم لهذه العلاقة وخاذه البلد والعديد من أهل البحرين درسوا وتعلموا في بريطانيا من بداية الثلاثينات ففي هناك يعني مودة بين الشعبين في هناك العديد من الجالية البريطانية اللي عملت في البحرين وارجعت وأسست بعد لهذه العلاقة فالعلاقة ممتدة من الأباء والأجداء وإن شاء الله إلى الأبناء ولسمو العلاقات والتفاغمات المشتركة التي تجمع المنامة بلندن ولرفعتها على الصعيد الدبلوماسي وفي شتى المجالات أجادت المملكة المتحدة تثمين ما وضع في مصابها الجلل من مضامين رفيعة لمشاعر التعاز والمواساة التي أظهرتها قيادة البلاد في البحرين والعديد من المسؤولين والتي عبروا فيها عن أسمى معاني التعاطف حول رحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية وذلك لم يكن لولا سمو العلاقات الثنائية التي جمعت الملكة الراحلة بالعائلة المالكة في البحرين ولسنوات عديدة لقد كان من المريح جدا تلقي العديد من رسائل التعاطف والتعازي من العديد من الأشخاص في المملكة بما في ذلك جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء ومن العديد من رجال الدولة كان لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة تأثير قوي وإيجابي للغاية على علاقات البلدين لسنوات عديدة زيارته هنا في عام 1979 والعديد من اجتماعاتها في لندن مع القادة البحرينيين تميزت جميعها بروح إيجابية عكست مدى إعجابها بمملكة البحرين إن تعامل العالم بأسره مع هذا الحدث المؤلم بشكل يليق بكيان الملكة إليزابيث الثانية بعد فراقها بان من خلال رسائل التعزية وإبداء التأثر العميق لوفاتها ليستذكر مناقب الملكة الراحلة بتواضعها وبقربها من الشعب البريطاني إلى جانب سياستها المعتدلة وحرصها العميق على المحافظة على علاقات الصداقة مع جميع دول المعمورة وعلى مسافة قرب واحدة ترجمة نانسي قنقر